سلام عليكم فيديو دوت ان شاء الله هنخلص فيه موضوع حل المعادلة وهنحل المعادلة التربعية طيب المعادلة التربعية بتكون على الصورة الاتية اكس سكوير مثلا خمسة عشرة اي حد طيب قلتلكم بتواجهنا مشكلة في الفيديو اللي فات في حل المعادلة التربعية ايه بقى المشكلة طبيعيا الالة بتطلع لك error. هذا طبيعي. لازم الالة تطلع لك error. طيب. لما يكون الجزر فيه حاجة سالب. يعني انا اديت كل المثال دوت. هتطلع لك الجزر رقم ليه سالب. الالة هتديك error. علشان الالة ما تدلكش error في نظام اسمه complex. تمام? في نظام اسمه complex. نظام الcomplex دوت اه دي اي تقريبا. تمام? نظام الcomplex دوت ان انت الرقم ما بتقدرش تمثله في ال x وال y العادي اللي احنا ايه? بنتعامل بيه. طيب عشان انا امثله بعمل ايه? عملنا نظام اسمه complex. محور الافقي بيكون real اللي هي الارقام العادية اللي انت بتتعمل بيها اللي هي خمسة ستة عشرة. ومحور الرأسي بيكون imaginary. ارقام تخيولية. تمام? ايه الimmajinal دوت? انت دلوقتي تطلع لك الجزر معي رقم سالي يعني الجزر عبارة عن جزر رقم سالي. فبنفك الرقمين. بناخد السالب دوت. تمام? بنفكوا الايه الرقمين? خمستاشر مسلا في سالب في سالب واحد. تمام? مش ده نفسه هو. ما عملناش حاجة. بنفكوا برضو ليه? حصل ضربين. ضرب جزر خمستاشر في ضرب جزر سالب واحد. تمام? الجزر بقى سالب واحد دوت. ده بقى اللي هو الكمبريكس نمبر. لما جوم يعملوا يحلوا دي. جزر عندك اكس سكوير بالسالب واحد. لما جوم يحلوها. لقوا ان انت جزر سالب واحد. مش عارفين يمثلوها. فقالو لك خلاص. احنا هنمثلها بالطريقة ديت. محور رأسي. وده وقت هيكون محور الرقام التخيولية. تمام? وهيكون عندنا عن العدد دوت تخيولي. هو الاي. والاي دوت بيمثل جزر سالب واحد. طيب. فانت الجزر دوت لما يطلع معاك رقم سالب. هنحلو المشكلة دي ازاي? هنحلو المشكلة ده عن طريق ان احنا نفصل الرقم السالب. تمام? هنفصل الرقم السالب دوت لوحده. تمام? لو طلع لنا جزر مسلا جزر سالب خمسة مسلا هنا. هتبقى عبرها عن جزر خمسة تمام? فيه جزر سالب واحد. الجزر الخمسة دي هتحسبها لوحدها. وجزر سالب واحد اللي هي عبرها الاقل. بس حلنا المشكلة كده. تمام? عندنا جزء ريال الكمبلكس number بيكون عبرها عن الكمبلكس اس دي فاريابل. يكون عبرها عن جزء ريال وجزء imaginal تمام? جزء imaginal اللي هنحن بنعمله عن محور الرأسي وجزء الريال اللي هنحن بنعمله عن محور ريه الافقي. بس ده بالنسبة الموضوع هحل المعادلة التربية. طيب لو الجزر ده اطلاق رقم مو. خلاص هتحل لها قد يخلص. هتجمعهم على بعض ومرة هتطراحهم على بعض ما فيش اي مشكلة في كده. طيب قد يوررنا الكلام ده قد تعال معادلة. تعال نشوف هنعمله ازاي بالكود. المعادلة ايه? عبرها عن ايه اكس سكوير زائد بي اكس زائد سي. تمام؟ نفس الطريقة اللي انت بتكتبها على الآلة. طيب. الاكس عرفنا الطريقة اللي هنحن بنحسبها بيها. الفورمال اللي هنحن بنحسبها بيها. هبتدي عرف الرأي. الرأي ده هتكون من دقيق. الدبل بيعمل تقريب وبتاعه فما بيهش دقيق. طب ليه هتشتغل به? مثل المرة الفاتش اشتغلت بديسمل. هشتغل به للاسف لان الدوالة اللي مواجدها فيه الكلاص بتاع الماس بتاع السي شارب. للاسف ما بتشتغلش غير بالدبل. يعني تمام؟ بما ان الدبل هو الاقل من ديسمل يعني اربعة وستين بت. الديسمل مية تمانية وعشرين. تمام؟ فلو عندك فلوت ينفع اشتغل معك في الضابل لو عندك انت لو عندك لونج لو عندك شورت لو عندك بيض اي نوع اشتغل معك معادة ديسمال للأسف في الضمية 28 بيت فمش هنفع تستخدم الدولة اللي هي زي ماس سكوير ار تي اللي هي بتاعة تجيب لك السكوير روت للأسف مش هنفع تجيب لك بتاعة ديسمال فطريت اشتغل كله ضابل هل هلاحظ فرق بص اخر كم رقم او اخر رقم الالة هتطلعه لك هو ده اللي انت هتلاحظ فيه فرق عن النتيجة يعني لما تطلع لك حاجة كسرية مثلا اخر رقم 10 عندك هتلاحظ بس ايه اختلاف الاختلاف ايه الاختلاف ان الالة هتقرب الرقم تمام عن اللي احنا هنجيبه تمام هنشوف الكلام دوت بعدين بمثال المهم عرفنا الر اي تلت عناصر تمام او ام تلت عناصر اول عنصر اي تنى عنصر بي تنى عنصر بي تنى عنصر تلت عنصر السي طيب ايه اللي بيعمل لنا مشكلة في الحل اللي هو الجزر فهاخد الجزر دوت الوحده ااخد الحاجات اللي تحت الجزر دي الوحده اهو تمام واشوف اعمل ايه في كونديشن لو لقيت ان الجزر دوت اللي هو الروت تمام لو لقيت الروت دوة مش بيساوي الابسليوت بتاع او الابسليوت بتاع الروت يعني ايش بيساوي لو لقيت الروت تمام تمام مسلا قيمته سالب خمسة روت طلعت قيمته مسلا سالب خمسة تلات لو قد جبت الابسلوت الابسلوت فى الوضع هذه القيمة سالب بيجن عليك للقيمة طبعا هذا الجسد هو تجريح رقم الوضع فانه ما في العمل هو موجب بيجرداس سالب فتم اشكل اولا هل مع Oil الوضع موجب او سالب دي طريقة ان انت تعمل باتشيك تشوفوا لو كان الروت موجب في الاصل فهيساوي الابسليوت فلو كان سالب مش هيساوي الابسليوت معرفنا ساعتا ان هو اكمل اكس نمبر بلكن هبتلاقي بقيمة الاكس او الاكس عندي ساعتا هنا بقى هاتطر افصل الكسر لازم افصله هاتفصله ازاي هاخد ده اهو وصلته هنا وبعد كده مره موجب ومره سالب مره موجب اخد برضه الجزر ده اهو هاخده مره هنا اهو وبعد كده طبعا لازم بقى الجزر هنا احنا قلنا ان الروت لو سالب هينفز الكود اللي هنا فبالتالي الجزر سالب هيتطلع لك الرو فانا احضره هنا في اشارة سالب بحيث انها ضايع السالب تمام واحسب القيمة وفي الاخر احط الاي دي كل الفكرة اللي احنا هنعملها هنحط اي بس في الاخر عشان اللي بيقرى يبقى عارف ان ده ايه طيب لو كان الروت موجب فبالتالي هيتطلع الابسل يوتي وبعد ده مش هيتحقق وده اللي هيتحقق يبقى ريالنبر ساعتها بقى مفيش داع انك تفصل الكاسر مش هفصله هروح جاي حسب وحط واحدة كده على بعض وطبعا مش هحط اي لان هو ريالنبر دي فكرة الكود بتاعنا هشتغل بالدبل المرة دي علشان للاسف مكتب تلمس بتاعتها مش بتشتغل بمعظم الحاجات اللي فيها بتشتغل على الدبل الدبل برضو واحد للتخزين مش صغيرة يعني اربعة وستين بيت تمام بس الاسف مش دقيقه مش بتدي لك المستأكرة تمام دي حاجة انت هتواجهها على سبيل المثال انت بتعامل مع فلوس بتاع فانت بتحتاج الدسمال لان هو انت محتاج الحاجة بالظبط كامل ما تقربش وما تعملش اي حاجة محتاج اكبر بريستيشن عندك علشان ما ينفعش انك تقرب في الحاجات دي تسبب خسار او تزود فلوس على ناس تاني انك تقعد تدرب وتدمع وتطرح وتاني لكن الضابل لو انت محتاج نواتج يعني مش دقيقه قوي مثلا احنا مقربين لك حاجة بسيطة مقربين لك رقمين كده تمام فاحنا ماشيين بقى ايه مع المكتبة هتطلع نواتج برضو ايه زي اللي على القلة بس الاختلاف ممكن تلاقيه في اخر رقم عشر بتاع تلاقي القلة مقربة كده ما علينا عرفت المكتبة عرفت مفيش اي اختلاف عن اللي هكونا بنعمله قبل كده على فكرة اه هو نفس الطريقة اه بالمناسبة لو اعيز اكتب حاجة زي كده اللي هو القص تربيعي او اكتب يعني حاجات اللي هي ايه لو عايز اكتب مثل قص تربيعي او اكتب ايه اكس اثنين يعني احط اثنين الاثنين ديت تبقى تحت الايكس كده. ده بيتسمى سوبر سكريبت. تمام? ولما تكتب تحت كده بيتسمى الاتنين ديوتوب تبقى تحت الايكس كده. بيتسمى سابسكريبت. اهو بص. طيب. بيتعمل ازاي? تقريبا فيه شورت كاتس بتستخدمها على مراج مايكروسوفت. تمام? بس اه هنا مش هلفها تستخدمه بصراحة الشورت كات ده. طيب الحل ايه? الحل بسيط جدا وترايح دماغك من حول الشورت كات. بتكتب اهو. ده برنامج عندك عالجهاز مش هتحمل ولا حاجة. برنامج دوت ما تنسهوش. ده اهم برنامج هتلاقي عندك عالجهاز. برنامج ده حضرتك فيه كل حاجة كل الفونتس اللي عندك عالجهاز. تمام? اللي ماستطبها عندك. اللي انت ماستطب برامج ادوبي. بيتضاف لك اه فونتس بتاع ادوبي لما بتستطب مسلا حاجة زي التيم فيور. مسلا. اه هتلاقي الخطوط بتاعت التيم فيور اهو. فاهم? هتتختار الخط اللي انت عايزه. تمام? وهتروح تختار الحاجة اللي انت محتاجها. مسلا انا محتاج. مسلا عندك الحروف بالتشكيل عندك كل حاجة. انا مختار هنا ايه? اس دابليو. اهو. ده اللي انا مختاره مسلا. هاجي هنا واروح على عندك روبة عندك نصص عندك الهاجات دي كلها تقدر تختارها. هدور على سوبر سكريبت. مسلا مش موجود هنا السوبر سكريبت. فا هنعمل ايه? هنروح لفونت تاني مسلا. اه اريل مسلا. وهي هدور فيه واخده كوبي ووديه على البرنامج اللي هو احنا شغلين عليه. عنك زي دول. تمام? او وقفت عليه هيددي لك سوبر سكريبت. ده رقم اربعة. تمام? دوست عليه تاني اهو. مرتين. بيكتبهم لك هنا. وتقول له كوبي. تمام? او ممكن تدوس مرة وتقول له سيليكت. تمام? وتقول له كوبي بعد كده. تمام? وتقول له كوبي وممكن هنا هتبحث عن حاجة. بس هي الفكرة كلها في ايه? يعني انا اصلا عايزه اخده كوبي فهبحث عنه هنا ليه? فكرة البحث ان انت بتدخل اه لو معك دوت مسلا. خدت كوبي مسلا. روح تجاي هنا. وهين لو بست. بتقوله سيرش. الفروض يجيبهولي هنا. اه. البحث هنا هو عامله باليوني كود. تمام? اللي هو كأنه بيقول لك ايه? اه. لو انت معك يوني كود. تمام? وعايز تبحس عنه عشان تجيب بيت بياناته. لان انت هنا بتغير بقى انت عايز تظهره ايه? عندك هيبرو اللي هو عبري ومش عارف عربي وكشوت حاجات كده. تمام? او بتدله اليوني كود. هنا او هو يجيبهولك برضو. تمام? تلاقي عندك كل حاجة. فدي واصلة بحس بس مش اكتر. تمام? او بديك اليوني كود عشان بتستخدمه بعض اللغات ببرمجة او كده. الاتنين كانت هنا بس مش عارف راحت فين بصراحة. دورت عليها. تلاتة. معا علينا هنا اعطاها تدورة على الاتنين. وبعد كده تعمل لها كوبي وتيجي تعمل لها بس تان. طيب كده خلصت من وضع الاكس. لو ليت مسلا الاتنين ديت وانت مختار فونت معين ظهره لك تحت هنا. يبقى الفونت الوقت مش دعم السوبر سكريبت او مش هزرورك كويس. تغير نوع الفونت. ده اللي انت هتقدر تعمله. تمام? يعناها مغير نوع الفونت عن اللي كنت بس تدوره في الابليكيشن زي اللي قبل كده. علشان يدعن السوبر سكريبت. تمام? وتكست بوكس نفس الكلام اللي احنا عاملينه قبل كده مفيش جديد. فعلا نشوف بها هنعمل ايه? variables double.以上uri. تمام? Shore. تمام? هنعمل data validation هناو اعمل data validation نفس الطريقة اللي قلنا نستخدامها كده مش اي جديد. كل حاجة شغلين بقى هنا double sechs. تمام? سبتدى برضو عمل تشك الأول. هشوف هل اه اه انضفت بقى عندي مساء آه هنا انا ضفت بقى حاجة زيادة. لو انت بخلتة ايضاه والزيرو. تعال نرجع هنا هنا. لو دخلتلي ده الاي ده والزيرو. اللي هو المعامل بتاع تمام? فبالتالي ده راح ما تبقى لك شجر دول. فهتود ده الناحية التانية بعكس اشارته وتسمع البي. المشكلة بقى هنا في الالجوريزم اللي احنا عاملينه ان عندك الايه تحت? طب الايه ده وتحسبب لك ايه? واحد على صفر. اللي هو ما لا نهية. تمام? فحيسبب لك مشكلة. طب عشان نحلها نعمل ايه? نعمل الخطوة ريه. خطوة ده هتعمل تشوف له مسلا لو لقيت زيرو. ممكن تدي له ايرو. تمام? مع حقك تدي له ايرو. ده انت معادلة تربعية. ده ليه مدخل لزيرو. بس انا قلت ايه? نحلها له برضو. لو مديني زيرو هعمل تشيك. هنا لو اكس سكوير معامل بتاع مش بزيرو. تمام? مش بزيرو. يبقى في الحالة دي. هنفس بك كل اللوجيك اللي احنا قلنا عليه قبل كده. لو بزيرو. هيحسبها لبقى هيودي السين نحية التانية معاكس ويشاريتها ويسم على ايه? معامل بتاع الاكس. بس ما فيش اي حاجة. طب تعال نشوف فيها الكود ايه نحنا عملنا في ايه? دابل الروت اخدناه لوحده. تمام? هنا ماهز اا دوت باور ديه لو انت عايز ترفع حاجة الباور معين بتكتبها بالطريقة ده. ماهز دوت باور بتدي له الفرياب اللي انت عايز ترفعه الباور بتدي له هنا لازم يكون دابل. تمام? او اقل من الدابل. بس النتيجة اللي بترجع لك تكون دابل. عشان هو كده هو بياخد دابل وبرجع لك دابل. تمام? طيب. بعد كده هترح برضو اربع من ال ايه سي. تمام? وبعد كده هبتدي اعمل اتشيك باشوف الاول حاجة ديه. اا الروت بيسوي الابسليوت يوبا كده موجب. تمام? انا عاكس بس عن اللي عامله هنا. يعني مفروض اللي انا عاملونا كنت حاطت ديه. مش ااا يساوي. تمام? كنت ااخد دول حاطتهم مكان دول. تمام? انا عاكست وحطت ايه? بيساوي. ما اختلفناش. هنا مش هافصل. هروح جانب طلع النتج على طول. وهنا هاتطر افصل. واحط في الاخر. ال اي. عشان اعرفوا ان ده ايه? اا ان ده بيساوي. تمام? وانا ماس سكوير روت. وهحط سالب. وانا السالب يسببه عشان ال هنا انت قلت انت عرفت ان روت رقم سالب. فاتا هتزاعد جيب الجزر رقم سالب. فبدرب سالب في سالب بموجب. تمام? لو في اي حاجة هو مش مدخلة او حاجة او كتبها غلط هتدله سنتاكسير ازاي قبل كده. نيجي بقى هنا للتكست تشينج. بيش برضو اي جديد خالص. هنحسب الحجم التكست بوكس. تمام? وانا هكبر برضو على اساس مين اكبر تكست بوكس عندي. وهصغر نفس الطريقة. ولو حجم التصغير بقى اقل من حجم الانشال بتاع الفورن. هخليه ايه للحجم الانشال تاني. بس افيش اي جديد خالص. والكود سهل وبسيط. ده كان حل المعادلات. حلات المعادلات تقريبا بالطرق. ممكن انزل حل المعادلة التكعبية. هشوف لو فضيت ممكن انزل حل المعادلة التكعبية. او انزل طوبك تاني مثلا زي امج بروسسنج او حاجة تانية. فتابع عشان درزو كلها بنزلها بصورة بسيطة لان انا ايام ما كنت بتعلم الحاجات ديت. مكانش حد بنزل شروحات عنها. فكان الفكرة كلها ان الحاجة ديش موجودة. عندي حلين. يعود اعملها انا بيدي. واتعلم واكتسب خبرة. يا احمل مكتبة بتعملي الحاجات ديت. في الاصل انا اصلا مش محتاج الحاجات ديت لان انا عندي المتلاب. المتلاب بيعمل لي كل الكلام دوت وحاجات جاهزة في المتلاب. طب ليه انا بعمله بتعملهم عشان تكتسب خبرة. بتفيدك خبرة كبيرة بتخليك تعف تفكر وتقابلك مشاكل وتقطح لها. فدي حاجة هتفيدك جدا يعني على المدى البعيد. تمام? ترجمة نانسي قنقر